اشتركوا في القناة هو الذي افسد كثيرا من الاشياء ماذا يقول عنا الناس اذا رضينا بكذا وماذا يقول الناس عن بنتنا اذا ما اخذنا الا كذا وهي بنتنا ما هي رخيصة ونحو ذلك كل الاهمية في الشاب ان يكون رجلا دين خلق وبعد ذلك كل امر يهون والمهر للبنت النبي صلى الله عليه وسلم كان في وليمة زواج ابنته يسر عن بريدة قال لما خطب علي فاطمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا بد للعرس من وليمة يعني ليس لدرجة ايضا انه ما في وليمة لا لا بد للعرس من وليمة هو اعلان قال سعد علي كبش وقال فلان علي كذا وكذا من ذرة رواه احمد وسند لا بأس به كما قال الحافظ ايش وليمة علي رضي الله عنه على فاطمة هذه هذه الوليمة من الولم وهو الجمع لان الزوجين يجتمعان وهذا طعام وهذا سببه سبب الطعام هذا ولذاك سميت وليمة طعام النكاح وليمة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ان تيسر ان تيسر وان يكون فيها المراعاة وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم طيب حتى لا نطيل على اخواننا اخونا حمود تفضل يا اخي السلام عليكم وعليكم السلام طيب بركاته حياك الله انا عندي صوب بالكرام لكن يقول حديثا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ابنحض في امرنا هذا في امرنا هذا فنم يسببه فورد نعم حديث صحيح والحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم انا انا الدعاء بين الذين يقام غير مدود وصلى الله عليه وسلم قال كذلك اصبر الدعاء اذا اصبر ذكر القرآن قرآة القرآن حضر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جمعت أنا بين حديثين أفضل الذكر قرأة القرآن واخترت آية الدعاء في تخصيص الوقت بين الأذن ويخامة واحد قال لي لا تكون أحدث في الأمر هذا هذا بدعة تخصيصي هذا الأمر هل بيكون في بدعة وفي شعال ثاني رجاء خير متى الأمر هذا عندي ختمة قرآن هل ورد في السنة ذكر أنه دعاء معي ذكر الدعاء الرسول ففعل هذا الأمر أما الصحابة الرضا معيهم اللي هم أخوة الراشدين لخصفهم الدعاء هذا هذا سوري وبالنسبة الدعاء في الترويح الترتيب في الدعاء والترحيل هل ورد فيه قرأت فتوى يقول محدث هذا الأمر فهي كان محدث الله صديقه في الإمام يحدثنا الله لكل بدعة جزاك هذا السلطة كثيرة حياك الله حياك الله تسمع الجواب إن شاء الله عن تخصيص آيات من القرآن في الدعاء بين الأذان والإقامة وأيضا تسمع الجواب إن شاء الله عن حكم دعاء الختم ختم القرآن وتسمع الجواب إن شاء الله أيضا عن ترتيل وتلحين دعاء القنوط في التراويح أيضا أخونا أبو محمد فضل يا أخي السلام عليكم وعليكم السلام طيب وبركاته يسيخ الاحتلام في رمضان أبناء الصوم طيب غيره سلام شكرا الله يحييك يا أخي طيب ماذا دع النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي عند الزواج لما كانت ليلة البناء قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لا تحدث شيئا حتى تلقاني فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ فيه ثم أفرغه على علي فقال اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما رواه بن سعد والطبراني سند حسن وهذا فيه استحباب الدعاء بالبركة للزوجين والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لي عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك النبي صلى الله عليه وسلم كانت رعاية لبناته أيضا بعد الزواج لم تتوقف عند الزواج ما هو فقط سلموا اخذوا حملوا مع السلامة لا بل استمر لم يكن يشغله عن بناته شاغل بل كان يفكر في أمرهنه وهو في أصعب الظروف وعندما أراد الخلوج لبدرن لملاقات قريش كانت بنت رقية مريضة متزوجة فأمر عثمان أن يبقى معها ما يخرج معه في الجيش لبدرن وهذا سبب تخلّم عثمان رضي الله عنه ليبقى في المدينة يمرض بنت النبي عليه الصلاة والسلام ويقوم على زوجته هو وضرب له سهما في مغانم خيبر وأجره عند الله يوم القيامة ولذلك ابن عمر قال لمن غمز في عثمان أما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه لك أجره وسهمه وكان صلى الله عليه وسلم لا يتدخل في الخلافات اليسيرة التي تحدث بين بنته وزوجها فجاء عليه الصلاة والسلام إلى بيت فاطمة فلم يجد علي في البيت قال أين ابن عمكي؟ شوف لاحظ السؤال ما قال أين زوجكي؟ ليه؟ ليذكره هو أحس أنه فيه توتر الوضع مو طبيعي لما دخل البيت يعني المفروض الوقت هذا يكون الزوج في البيت طيب ليه؟ أحس أنه فيه شيء هو مثله عليه الصلاة والسلام في فراسته أن يدرك الأمور قال أين ابن عمكي؟ ذكر بالعلاقة علاقة الرحم حتى يرقق قلبها عليه على الزوج ذكر بالعلاقة الأخرى غير الزوجية أين ابن عمكي؟ قالت كان بيني قابيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي ما نام القيلولة وعادة الناس في البيوت النوم نصف النار هذا معروف في المجتمع الأول فقال عليه الصلاة والسلام لإنسان أنظر أين هو شوف التعامل مع الأمور فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد يراقد فجاء ما قال جيبوه هاتو نادوز تدعوه لا 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 فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وعلي متجع قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب ما قال أخيء وإش المشكلة وخلونا نسمع من الطرفين المسال سهل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب يمسح عنه يمسح عنه التراب ويداعبه يقول قم أبا تراب رواه البخاري مدارات الصهر تسكين غضب الصهر إعادة المياه إلى مجاريها إعادة الأمور ما في داعي الفتح خلص هو خلافه حصل وغضبه وصارت وصحابه بشر ولكن سرعان ما يعودون يغضبه يحصل بينهم سرعان ما يعودون شيء بسيط ما في داعي تكبر ولا تسمع من الطرفين المسألة ما تحتاج هذا أصلا فتح الملفات استرداء إظهار المودة للصهر مداعبة الصهر قم أبا تراب يعني خرص قم ارجع إلى البيت ولذلك تكفي حركة بسيطة كرم أخلاق من النبي عليه الصلاة والسلام تردى صهره مسح التراب عن ظهره داعبه وكناه بهذه الكنية وما راجع والأخذ وعطى والترفق بالأصهار وتسكين غضبهم وترك معاتبتهم ابقاء لمودتهم هذين كلام العلماء ترك معاتبتهم ابقاء لمودتهم